خوتي خوتيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دائما عبد الرحيم في قناة الجهية العربية اليوم في هذه الحلقة عندنا لكم وحد خبر مهم جدا وحصري يعني إيطاليا تتحول رقميا ابتداء من الأيام القادمة هنا من يتسمعوا وحد الكلمة إيطاليا والد ديجيتال يعني المحفظة الرقمية الإيطالية الاتحاد الأوروبي فرد أنه في داخل سنة 2026 سيقول كل الخدمات يعني مرقمانة كارتا إيطاليا تيسيرا سانيطاريا كارتا ديزا عبلي مغيقاش سبيد أشياء مهمة خاصكم ضروري تعرفوها لأنه في ثلاث مراحل إيطاليا ستبدأ ابتداء من هذه الأيام القادمة سيبدأ التغيير الرقماني وغادي نشرح لكم هذه المعلومات مهمة لأنها ضرورية لكل المواطنين سواء المغاربة أو العرب اللي عايشين في إيطاليا راكينا واحدة التوراة الرقمية اللي غادي تغير الحياة ديال مجموعة كبيرة ديال المواطنين ما غاديش تبقى تاخد الصف ما غاديش تبقى تتمحن ما غاديش تبقى تضيع الوقت ديالك كل شي من الهاتف ديالك فقط إذا ما عليكم إلا تتبعونا في هذه الحلقة غادي نشرح لكم كل هذه المعلومات بعد الفاصل سنواصل أول حاجة اللي خاصني نشرح عليكم ملي تتسمعوا هاد الإيطاليان والد ديجيتال يعني المحفاظة الرقمية الإيطالية هنا راك كل شي غادي يكون في التطبيق ديال إيو اللي عند ناس كتيرة واللي ما عندوش غير ينزله علش؟ لأنه غادي تبدأ كبت تجريبي ابتداء من الأيام القادمة لأنه تمت موافقة على هذا القانون لا أساس أنهم كانوا غادي يطبقوه في شهر 12-2023 ولكن بحكم التعطيلات وبحكم الميزانية وبحكم أشياء كثيرة دابرة غادي بداوه كتجريبي ابتداء من الأيام القادمة أشنول غادي بداوه تجريبي يعني هو لا تسيرة سانيثاريا ما بقاش غادي تجيك هذيك لا تسيرة سانيثاريا حتى المنزل وتاخد كارتة ديره في جيبك نارين سيتها لما نسيتاش ده ما ما بقاش يعني ما شيء ما بقاش باقي ولكن بدأت تغيير ديالها ابتداء من الأيام القادمة لبعض الأشخاص ده بغادي ديروا واحد للبت تجريبي لمجموعة من الناس اللي غادي ياخد لا تسيرة سانيثاريا غادي تقول عندك في التليفون فقط ما بقاش تجي عندك التسيرة وسير كذلك الكارتة ديزابيلي دابا حاليا كبت تجريبي هو الكارتة ديزابيلي زائد التسيرة سانيثاريا وفي 30 يونيو ان شاء الله بعد 3 أشهر غادي يديروا التجريب ديال الكارتة ديذانتيتا يكشفتوا هذيك الكارتة اللي خذتوا انتم ديجيثال دابا غادي تقول عندكم في التليفون يعني إيلا بغايد دير أي غرض فقط في التليفون ديالك كل واحد فينا غاندوا واحد لافير ما ديجيثالي دابا حاليا راها إجبارية على كل الشركات اللي عندو شركة راها إجبارية عليها ان لافير ما ديجيثالي ماشي سبيد حاجة أخرى يعني واحد لا كارت وتستعملها هذي غادي يرفع حلقة خاصة إن شاء الله حاليا بالنسبة للمواطنين لأن هنا هادشي تقول لكم هاد الاتوالت إيطاليا يعني المحفظة الرقمية الإيطالية راه غا تبدأ تطبق للمواطنين علاش هادشي كامل هادشي كامل من أجل تسهيل يعني تقريب الإدارة من المواطنين كذلك بغاوي يحيدوا هذوك الوسطة اللي بيناتنا يعني ما بين المواطن وبين الدولة شكونا هما الوسطة مثلا دابانتام اللي تتمشي تصاوب ذاك سبيد شكونا تصاوبوا لك تتصاوبوا لك يا إما البوسطة البريد يا إما تتصاوبوا شركات بلا ما نسميهم كان شركات كثيرة إذن هذوك الوسطة بالنسبة للشركة تياخذوا المعلومات ديالك ممكن واحد نهار غادي يبيعوها ممكن هذا يعني بس الدولة تحيث هذك الشك دارت واحد السيرفيس واحد الخادمات اللي غادي تكون مباشرة التطبيق ديال إيو راه ديال الدولة يعني من اللي غادي الدولة في العواد غا ترسلك الكارتة إذا أنت تجي عندك المنزل ولا تمشي الكوموني تأخذها لا غا تقولي تأخذها في التليفون بغاية تتقدم التجديد ديالها في التليفون كل شي في التليفون إذن هنا تكون واحد التواصل مباشر مع الدولة إذن المعلومات ديالك في الحفظ والصون لأن الدولة هي اللي يشد المعلومات ما كيش واسيط اللي تيعطي الخدمات اللي غادي يأخذ معلوماتك وهو غادي يوصل للدولة نظن المعلومة واضحة إذن كبداية تجريبية غادي يبدو بالكارتة يعني بال تيسيرا سنيتاريا وكارتة ديزاب بلي من بعد غادي يمروا للكارتة ديذنتيتا يعني هي البطاقة الوطنية هنا في إيطاليا سواء للإيطاليين أو للمقيمين في إيطاليا وكذلك غادي في المرحلة التالتة اللي غادي تكون في شهر تسعود إن شاء الله ابتداء من شهر تسعود غادي يعموا باقي الأشياء الأخرى أشنا هي الأشياء الأخرى هو البيرمي يعني رخصة السياقة كذلك جواز صفر الباسبور إضافة إلى بطاقة الناخب يعني باش ننتق هذه بالنسبة للإيطاليين وكذلك باقي الأوراق إضافة إلى هذا من بعد إن شاء الله شهر تسعود أي واحد بغايد خل يدوز امتيحانات راه غادي يدخل عن طريق هذا التطبيق لأن الكل شي غادي يكون فيه وهنا راه من اللي غادي تدخل راه قالوا بأنهم غادي يزيدوا يعليوا السيغوريس يعني الحفظ هذه المعلومات على أساس باش حتى شي واحد ما يوصل للمعلومات ذيالك فقط غير انتق إضافة إلى هذا كنت مثلا بغايت تمشي تاخد سيارة ولا بغايت تشري شي حاجة أصبح غايت يصبح كل شي مرقما يعني بالرقمان هذا راه تحتاج مبالغ ضخمة ولكن الحمد لله أن إيطاليا من بعد ما اعطوها الموافقة على PNRR يعني هنا استغلوا هذا الفلوس من أجل استثمار في هذه الأشياء من أجل لأنهم لقوا غادي يوفروا مصاريف كثيرة يعني مصاريف كثيرة جدا يعني غير ذوك الأوراق اللي تطبع في الكوموني وذوك الأوراق اللي سترسل الرقمان يعني مصاريف رأس تباليكم سهله ولكن اللي حسبناه على طول السنة وفي إيطاليا كاملة رألقوها مصاريف كثيرة كذلك المواطن غادي يكون حتى هو يوفر عليه مصاريف كثيرة وهنا رأى إن شاء الله بإذن الله أن إيطاليا سباقة على أوروبا لأنه في داخل أجل 2025 غا تكون إيطاليا انتهت يعني من كل هذا التحول الرقماني يعني هاته التحول الرقمي إيطاليا غادي تكون تحولات إن شاء الله بإذن الله أوروبا آخر أجل لأن هنا مشي غير إيطاليا رأى في فرنسا في بلجيكا في جميع دول أوروبية في آخر أجل 2026 خاصة دول أخرى تدير هذا التحول الرقمي وغادي يبدأ غادي يكون حتى الوحد المحفظة الرقمية أوروبية يعني أنت مثلا هنا في إيطاليا تقدر تشوف إيه لك أنت سبق ومشيت الفرنسا ولا مشي دولة الأخرى بلجيكا ولا دا تقدر تتابع وتراقب أي حاجة درتيها ولا أي طلب قدمتيه على العكس أنه غا يصبح سهل سهل أنهم يراقبوكم ويعرفوك أنت لأن أنت مجرد لمشيت الفرنسا مثلا ولا ألمانيا ولا بلجيكا وطلبتي الكارتة إذن تيتا ولا الرزيدانسة ولا أي حاجة را غا تقول لي إيطاليا تشوفها بسرعة وكذلك الدول الأخرى غادي يشوفوا كل شيء لأنه غا تقول لي واحد المحفظة رقمية يعني أوروبية لكن حاليا من هنا حتى 2025 را غير محفظة رقمية إيطالية كل المعلومات هنا في إيطاليا ومن بعد منها غا تعمم لحدود 2026 كل الدول منها غا يدير المحفظة رقمية ديالها غا يتم تبادل المعلومات وهنا غا يبدأ سهل عليهم أنهم يديروا مراجعة ومراقبة للجامعة إذن عرفوا را معلومات حصرية ومعلومات مهمة اللي غا تفيدكم ما تهملوهاش حاولوا تتبعوا المواضع ديالها وإن شاء الله را غا نعطيكم مواضع يعني لا حسب كل جديد را في هذي اليومين أو الثلاثة إن شاء الله غا يخرجوا مرسوم تاني وغا نشرحوا لكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة را غا نشرح لكم إن شاء الله كيفاش اللي بغي يقدم الطالب على أساس يسجل الإبن ديالو في المدرسة هنا في إيطاليا أولاين الطريقة سهلة وكيفاش غا يدير كل هذي الأشياء مع لكم إلا تتبعونا في قناة الجالية العربية عبد الرحيم ولماذا لا تشترك في قناة الجالية العربية اشترك باش وصلك دائما جديد أخبار إيطاليا وأخبار أوروبا والعالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة